هجوم ليلي بطائرتين مسيرتين على مبنى الرئاسة الروسية الكريملين احبطه الجيش الروسي فيما اتهمت موسكو على الفور اوكرانيا بتنفيذ الهجوم التي نفت بدورها ان تكون لها اي صلة بهذا الحادث المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اكد ان الهجوم لم يتمكن من تحقيق اهدافه باصابة الرئيس الروسي باذا حيث انه لم يكن متواجدا في الكريملين مؤكدا انه مارس عمله كالمعتاد دون اي تغيير وقال بيسكوف ان الدفاعات الروسية عطلت الطائرتين المسيرتين التين استخدمت في الهجوم على مقر اقامة الرئيس الروسي فلادمير بوتين في الكريملين معلنا احتفاظ موسكو بحق الرد على هذا الهجوم ما يؤشر بتصعيد خطير في الازمة الروسية الاوكرانية وعلى الفور اشتعل الغضب في الاوساط السياسية الروسية وطالب رئيس مجلس الدوم الروسي باستخدام الاسلحة القادرة على رضع النظام في اوكرانيا وتدميره مؤكدا في الوقت نفسه استحالة التفاوض مستقبلا مع الرئيس الاوكراني فلودومير زيلنسكي بعد هذا الهجوم كما اعتبر رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري مدفيدف ان الهجوم على الكريملين لا يدعو امام روسيا خيارا سوى القضاء على الرئيس الاوكراني واعوانه بحد قوله وفي اول رد على الهجوم الذي نسب الى بلاده نفى زيلنسكي ان تكون لدى اوكرانيا اي صلة بهذا الحادث مؤكدا ان نطاق المعارك التي يقوم بها جيش بلاده لا تتعدى الاراضي الاوكرانية واضاف زيلنسكي خلال مؤتمر صحفي في فنلندا ان اوكرانيا ليست لديها الاسلحة الكافية لشن مثل هذا الهجوم لافتا الى ان الملاحقة الوحيدة التي تقوم بها كييف بحق الرئيس الروسي هي الملاحقات القضائية والجنائية امام المحاكم الدولية وتم رصد اول طائرة مسيرة فوق الكريملين في اول ساعات صباح الاربعاء وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ واندلع حريق على سطحه وبعدها بنحو عشرين دقيقة وقع هجوم الطائرة المسيرة الثانية وسقط حطامها على اراضي الكريملين دون تسجيل اي اصابات